اهلا بكم انا جيسر عربي قناة العرب في ايطاليا وهنا استكمل معكم الرخصة الايطالية بالتفصيل وطبعا ما تنسوش للشركات ما تنسوش الاعجابات ومعانا اوتو فياكولي اوتو فياكولي هي طائفة السيارات بشكل عامي ايه هي السيارات السيارات هي العربات ذات المطور وهي هي بتزيد عن اربعة اطارات يعني اربعة اطارات فيما فوق من اول اربعة واحنا طلعين فيما عادة طبعا ايكوادريتشيك لان ايكوادريتشيك احنا عرفنا ان هما ايكوادريتشيك لانجاري بيتبعو طائفات شيكو موتوري وايكوادريتشيك لانجاري بيتبعو طائفات موتو فياكولي وهنا طائفة السيارات ممكن تكون سيارات شخصية اوتو فيكتوري ممكن تكون اوتوبسات اوتوبوس ممكن تكون شحنات اوتو كاري ممكن تكون اوتو كارفان اللي هي المركبات التي تصلح لنقل الاشخاص والسكنهم لما تتوقف وهنا معانا مكتوب اوتو فياكولي عائلة السيارات أو طائفة السيارات لي أوتوفياكولي سانو توتي فياكولي يعني هي جميع السيارات أو جميع المركبات المطوري ذات المطور كون نون مانو دي كواتور ووت وليس لديها أقل من أربعة إطارات إسكروزي نستسنى منهم إيكوادريتشيك ربعيات الإطارات سانو أوتوفياكولي هي عبارة عن أوتوفياكولي يعني مركبات اللي هي أوتوفيتوري السيارات الشخصية اللي هي السيارات يعني بتكون سيارات شخصية أو أوتوبوس اللي هي الأوتوبسيات أو أوتوكاري أوتوكاري اللي هي الشاحنات أو تراتولي سترادالي اللي هي راس اللي احنا قلنا عليها اللي بتجر سيميري موركيو ومع بعض بيعملوا حاجة اسمها أوتارتيكولاتو أو الشاحنة المفصلية يعني هنا تراتولي سترادالي وأوتوتريني اللي هي متعددة القاطرات أوتو أرتيكولاتي اللي قلنا عليه اللي بتتكون من تراتوري سترادالي بيجر سيميلي موركيو أو نصف مقتورة وفيه كمان معانا أوتو زنداتي أوتو زنداتي الأوتوبسات الكبيرة أوي شبه الأكورديون كده ملتحمة مع بعض وفيه عندنا أوتو كارفان اللي هي العربة التي تصبح لنقل الأشخاص ولسكنهم عند توقفها وهنا عندنا إي كارلي أبانديتش إي كارلي أبانديتش اللي هم بيكونوا فيه حاجة كده ممكن نجرها معانا هي بتكون حاجة صغيرة كده اللي هي عجلتين ممكن نجرها معانا وإحنا رايحين أي رحلة أي حاجة بنشيل فيها حاجات زيادة تي ما فيش فيها أي مشكلة خالص بتاخد نفس أرقام العربية وما بنعتبرهاش أصلا إن هي مقطورة أو إن هي إي كارلي أبانديتش جزء من إي بقى دي كواستي جزء من السيارات بوركي بشرط يعني بشرط إن هم يكونوا تحت الوزن مسا الساجوما والهيئة بريفيستي اللي هم مكتوبين عندي في رخصة القيادة أنا عندي حجم ما خروجش براه ووزن ما خروجش براه طالما ليها عجلتين بس صغرنانا كده شيكو سنباتيك بجرها معايا خلاص مش مشكلة هي دي ما باعتبرها شري موركيو باعتبرها الجزء اللي هي تجزأ من المركبة نفسها أو من السيارة ما فيش مشكلة خالص ممكن ناخدها معايا وما فيش فيها أي مشكلة وبكده منكون انتهينا من حلقة اليوم وننتقل إن شاء الله في الحلقة القادمة شكرا لكم